أهلا بكم الجديد نكمل الحرة الليلة من واشنطن حيث بحث الرئيس بايدن في البيت الأبيض مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ اتفاقيات إبراهيم والوضع في الأراضي الفلسطينية والسلام الإقليمي إضافة إلى التهديد الإيراني في المنطقة والعالم وكان هرتسوغ التقى أمس وزير الخارجية أنتوني بلينكان ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي فمنع كاسات المباحثات الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن على ملفات المنطقة وتحديدا للتوتر في الأراضي الفلسطينية غدا سيوقع كل من إسرائيل ولبنان اتفاقية دائمة حول الحدود البحرية بين الدولتين وهو إنجاز تاريخي تطلب الكثير من الشجاعة وأعتقد أن الاتفاق تطلب دبلوماسية شجاعة وأنا أهنئكم وأهنئ الحكومة وهذا الاتفاق سيسمح بتعزيز قطاعات الطاقة للدولتين ويفتح فرصا اقتصادية لشعب لبنان ويعزز استقرار وأمن شعب إسرائيل مضى أربعون يوما على مقتل السيدة مهسى أميني التي كانت تتظاهر واليوم النظام الإيراني يسحق بنات وشابات لمجرد أنهم يسعون لتحقيق حريتهم وهذا مثال لما تقوم به إيران تسحق شعبها وتتحرك نحو استخدام السلاح النووي وتقدم أسلحة تؤدي إلى مقتل المواطنين في أوكرانيا وهذا تحدي سنناقشه مع بعضنا البعض هي ملفات عديدة على طاولة البحث بين الرئيسين الأمريكي والإسرائيلي قبل أيام فقط من انتخابات نصفية للكونغرس تشهدها الولايات المتحدة وبرلمانية في إسرائيل قد تكون نتائجها حسمة في التعامل مع مختلف الأزمات الإقليمية والدولية هذا ما يدركه الطرفان إذ يشدد هيرتسوغ على أن الانتخابات المقبلة في كل من إسرائيل والولايات المتحدة يجب أن لا تؤثر على علاقات البلدين لا شك أن الأوضاع في الضفة الغربية هي محل اهتمام الجانب الأمريكي كما أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكين خلال لقائه هيرتسوغ الثلاثاء بلينكين أعرب عن قلقه بشأن العنف الذي تشهده الضفة الغربية وحث الجميع على اتخاذ الخطوات اللازمة لمحاولة تخفيف حدة التوتر وتجنب الإجراءات أو التصريحات التي قد تحرض عليه ولكن تزايد تعقيدات الأزمة الأوكرانية جعل منها محوراً أساسياً في مناقشات الرئيسين بايدن وهيرتسوغ إذ سيقدم الرئيس الإسرائيلي أدلة إلى المسؤولين الأمريكيين تظهر استخدام روسيا مسيارات إيرانية في أوكرانيا وقال هيرتسوغ إن التهديد الإيراني الذي يزعزع استقرار الشرق الأوسط والعالم سيكون الموضوع الأول في المباحثات وتنظر إسرائيل بعين القلق على تطورات العلاقة الروسية الإيرانية التي تحولت إلى علاقة استراتيجية تشمل تعاون العسكري والسياسي والاقتصادي والنووي ولكن مع ذلك ورغم طلب الرئيس الأوكراني من إسرائيل تزويد كييف بأنظمة دفاعية لمواجهة مسيرات إيران وخطر تحالفها مع روسيا لم تقدم إسرائيل بعد على هذه الخطوة ربما لحسابات عدة بينها الوجود الروسي في سوريا كما قال الرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بن يمين نتنياهو في مقابلات عدة أجراها مع وسائل إعلام أمريكية في الأيام الماضية يقول مراقبون أمريكيون أن الرئيس بايدن يحاول إقناع إسرائيل تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوية وهي التي تمتلك القبة الحديدية فإنما تريد إسرائيل من الولايات المتحدة طي صفحة البرنامج النووي مع إيران وزيادة الضغوط عليها مع تصاعد تهديدتها في المنطقة والعالم أعلى نقاش هذا الموضوع معنا من واشنطن عبر سكايب كبير الباحثين في كارنغي المستشار السابق في إدارة الرئيس السابق أو الأسبق جورج بوش لمفاوضات الشرق الأوسط آرون ديفيد ميلر عبر خدمة زوم من تلبيب الديبلوماسي الإسرائيلية المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية آلون لئيل مرحبا بكم الضيفية الكريمين نبدأ معك سيد ميلر من عكس هذه المباحثات الأمريكية الإسرائيلية في هذا التوقيت بالذات على ملفات الشرق الأوسط يبدو أن لدينا مشكلة في وصول الصوت سيد ميلر سأعود إليك ربما بعد التغلب على هذه المشكلة بعد قليل سيد لئيل هل كان هناك مغزى في التوقيت توقيت هذه القمة الآن هي تمت بستة أيام قبل انتخابات لدينا وأسبوعين قبل انتخابات التشرعية في الولايات المتحدة الأمريكية فإذن هناك بعض الأهمية إحدى المسائل هي لبنان الاتفاق مع لبنان هو مسألة كبيرة بالنسبة لانتخابات هنا وعندما يقوم الرئيس بايدن بمتح الحكومة الإسرائيلية بقيام بذلك ووصف ذلك بأنه اتفاق تاريخي هذا بكل تأكيد يساعد يائد لبيد هنا وعلى الجانب الأمريكي أعتقد أنه إذا رئيس بايدن تمكن من إقناع الرئيس هيرتسوك لتصريحات ما عن التزام إسرائيلي كبير تجاه أوكرانيا هذا قد يساعد الرئيس بايدن في أجندته السياسية ولكن لا أرى أهمية كبيرة هنا لأن الرئيس ليس جزء من السياسات الإسرائيلية والجميع يعرف هذا في الولايات المتحدة الأمريكية لو تحدثنا عن ما يجري الآن في الأراضي الفلسطينية فأي عنوان بالز يمكن أخذه من هذه القمة ومن التصريحات التي أتت ضمن هذه الزيارة لهيرتسوك إلى الولايات المتحدة بما فيها لقاؤه مع بلينكن مما أرى هنا من خلال وسائل العالم الإسرائيلية إلى الآن لم أرى نقد مواجه للرئيس بايدن أو وزير خارجي بلينكن في اجتماعاتهما مع الرئيس هيرتسوك وما يحدث حاليا في الأراضي الفلسطينية وإذا كان هناك نقد مواجه الإسرائيل لنتيجة هذه الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية على مدى اليومين السابقين فقد يكون له وزن ما ولكن لن يكون هذا بالحجم الكبير لكن الوضع يبدو متوترا أكثر من أي وقت مضى في الضفة على وجه التحديد فأي مؤشر يمكن أن يؤخذ عندما يقول بلينكن بأن الوضع يراقب عن كثب من قبل الولايات المتحدة وبأن الولايات المتحدة تشعر بالقلق مما يجري هناك هذا من المتابع عن قرب أو كثب وهذا القلق الحقيقة لا ينظر إلى هذه الأمور هنا قد يكون له بعض الوزن إذا الولايات المتحدة الأمريكية ستدين شيئا محددا أو تطلب من إسرائيل وقف نشاطا ما لكن إذا بيان عام لين يكون له وزن خاصة أن رئيس بايدن ينظر إليه أنه غير متوازن فيما تعلق بالوضع الإسرائيلي والفلسطيني أنه تجاه إسرائيل وأنه يطلق عليناه صهيوني وحتى إذا كان هناك بعض الكلمات التي ذكرت عن قلق لكن لا يوجد في إسرائيل من يأخذ هذا بجدية سيد ميلر هل باعتقادك كان هناك مؤشرات جديدة أعطاها الطرفان الإسرائيلي والأمريكي فيما يخص قضايا المنطقة أولا هذا ما كنت سألتك عنه للتو لا أعتذر عن ميكروفوني أتمنى أنكم تسمعوني الآن كما ذكرت أن هذه الزيارة تمت لأن الرئيس طلب من رئيس هيتسوك أن يقيم بهذه الزيارة وحدده هذا اليوم هذا حدث مجرد قبل نهاية هذا العام ثانيا رئيس إسرائيل ليس لديه أي سلطة تنفيذية تقريبا هو قائد متميز ويمكن أن يحمل رسائلة ولكن إذا رئيس الولايات المتحدة أمريكي يريد أن يتحدث عن سياسات أو رسائل سياسية تحتاج إلى قرار سواء كان متعلق بإيران أو القضية الفلسطينية أو ما يتعلق بأوكرانيا فهو يناقش ويستشار هذا مع رئيس هيرتساك ولكنه من ناحية أخرى سيتواصل بشكل مباشر مع حكومة تصريف الأعمال برئاسة يايد ليبيد إذن هذه زيارة مهمة ولكن لن يكون لها أثر كبير على أي من هذه المسائل في المنطقة سيد لايل لماذا كنت تقول قبل قليل بأنه لا يوجد أثر أو لا ينظر على أنه هناك أثر لما يصرح به في واشنطن ضمن هذه الزيارة حول ما ينجري في الأراضي الفلسطينية نعم الحكومة الإسرائيلية عطدت موقفها في الشرق الأوسط خاصة في العامين الماضيين وتشعر بارتياح كبير إقليميا ودوليا ولديها ثقة عندما نتحدث عن الدبلوماسية العامة وبالتالي لكي يحدث تحريك هنا في بابلين متخذي القرار الإسرائيلي ولو بشكل بسيط على صعيد السياسات الإسرائيلية تحتاج إلى ضغوطات كبيرة وخاصة من الولايات المتحدة ومن أوروبا ولكن خاصة من الولايات المتحدة ولكن هذه الكلمات التعبير عن قلق لا يتعتبر مصدر للضغط وبالتالي إسرائيل تشعر أنها يمكن أن تفعل ما تريده وعندي تعاقيب عن ما ذكره السيد ميلر أنا أتفق معه بكل تأكيد 100% ولكن أود أن أضيف كلمة ولكن الرئيس هيدسوك منذ انتخابه كرئيس لديه بعض الإنخراط في السياسات الخارجية ليس في المسألة الفلسطينية الإسرائيلية ولكن فيما يتعلق بعلاقتنا مع تركيا وحقق تغييرا على هذه الساحة لأنه لكان لديه علاقات طيبة للغاية مع رئيس الوظراء على مدى الثمانية عشر شهر الماضي وبالنسبة لأوكرانيا فإذا أرسلت رسالة من رئيس بايدن إلى حكومتنا فالطريقة الصحيحة لتوصيلها من خلال الرئيس هيدسوك لأنه سيبقى بعد موسم الانتخابات ويرى أنه على علاقة طيبة مع لبيد من ناحية ومع نتنياهو من ناحية أخرى ويسمح له نوع من الفضلاء صلة وصل بين الحكومة الحالية وأي حكومة لاحقة إذا أرادت الولايات المتحدة التواصل معها طيب دانيا أسأل سيد ميلر هنا ما الذي يمكن أن تكون إسرائيل قد طرحت كمعيار مهم أو شرط أساسي بالنسبة لها للتصالح مع فكرة أي اتفاق مع إيران لاحقا إن وقع هذا الاتفاق أعتقد أن الحوار مسراحة قد تخطى هذه المرحلة نحن نتعامل مع حالات أو حالة طارئة وماذا ستصبح الحياة ما بعد هذه الاتفاقية لأن الإدارة وكررت في هذه الرسالة المضيف في هذه الاتفاقية ليس أنها تركز على ذلك وهي على حق ذلك لدينا تحرك سياسي كبير دون وجود قيادة وأنه مختلف بشكل أساسي متوجد في شوارع إيران وفي محافظاتها هذا الحراك الذي قد يكون بلا قائد ولكنه كبير ويمثل تحدي للنظام الإيراني لأنه ليس معني بإصلاح اقتصادي ولا تخفيف الشروط متعلقة بارتداء الحجاب وإنما إنهاء هذا النظام ككل وطالما أن النظام ليس لديه خطة بديلة ولا أريد أن أقود سياسات مقامعية ولكن هذه التظاهرات لا ألوان أبرز لا موضوع أبرز من بين المواضيع التي ناقشها هيرتسوغ مع بايدن لا أعتقد أن الرئيس هيرتسوغ غالبا ناقش وهذا ما يقوم به كل إسرائيلي إلى واشنطن خلال ثمانية عشر شهرا ماضية ومع الإدارة بايدن وهذا التنصيق ما بين إيران وأمريكا هو على مستوى كبير فأرى العديد من الإسرائيليين يظهرون في واشنطن دي سي ويتحدثون عنها وجهزهم الأمنية فهناك إذن مناقشات عديدة حول هذا الموضوع لكن ما أقترحه هنا أنه في ضوء انتخابات في إسرائيل وانتخابات النصفية في الوقت المتحدة وكما نعرف أن انتخابات إسرائيلية في 1 نوفامر يمكن أن تغير تشكيلة الحكومة الإسرائيلية الحالية ولكن هناك كثير من العوامل إذن هناك مساحة من عدم الوضوح وخاصة ما يحدث أيضا والمسرح السياسي في إيران أشكرك من واشنطن آرون ديفيد ميلر ومن تل أبيب آلون لإيل شكرا جزيلا لكم ضم إلينا عبر زوم من تل أبيب الديبلوماسي عفوا نضم إلينا من رمالة ألمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي مرحبا بك سيد مصطفى هل باعتقادك يمكن أن يلمس أي تأثير أو يرى أي تأثير لزيارة الرئيس الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة على ما يجري خاصة في الضفة الأربية الآن لا أدري إن كان سيكون هناك تأثير ولكن الذي أنا متأكد منه أنه لن يكون أي تأثير إيجابي على كل حال كما قيل هيرتسوغ ليس له سلطة تنفيذية ومنصبه شرفي أو رمزي إلى حد كبير وعلى ما يبدو أن الإدارة الأمريكية تريد أن تستفيد من هذه الزيارة بهذه اللقطات التي نراها لتشجيع التصويت للحزب الديمقراطي في الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة أما بالنسبة لما يجري في الأراضي المحتلة فهو الموضوع الذي يهمش باعتقادي حتى في هذه الزيارة مثل كل زيارات سابقة الجانب الإسرائيلي يحاول أن يهمش القضية الفلسطينية مع أنها القضية الجوهرية في هذه المنطقة يحاول أن يستعيد عن الحديث بالمشكلة الأكبر وهي الصراع الدائر هنا بالحديث عن إيران وعن عمليات تطبيع مع دول هامشية بالنسبة لما يجري هنا وبالتالي أنا برأيي إسرائيل تهرب من المشكلة الجوهرية والأساسية والتي نرى معالمها الآن وهي مشكلة استمرار الاحتلال الاحتلال الأطول في التاريخ الحديث 55 عاما ما تعرض له الشعب الفلسطيني من تطهير عرقي منذ 74 عاما وما نشأ الآن من نظام أبرتايد وتمييز عنصري ضد الشعب الفلسطيني كنتم تلمسون كقيادات فلسطينية أو تستشعرون نوعا من النفس الإيجابي تعتقدون بأن الإدارة الديمقراطية في الولايات المتحدة أقرب إليكم وأقدر على إمساك العصى من المنتصف كما يقال أين ذهب كل ذلك في خضم التطورات المتلاحقة الآن في الأراضي الفلسطينية إمساك العصى من المنتصف يبدو أمرا طموحا للغاية في ظل الإنحياز الواضح لإسرائيل ولكن حتى الإدارة الأمريكية الحالية يعني للأسف حتى الآن لم تقدم شيئا مما وعدت به حتى مجرد فتح القنزلية الأمريكية في القدس لم يتم سحب إعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن لم يتم حتى شغلة بسيطة جدا مثل فتح الجسر لمرور أن السكان على مدار 24 ساعة يعني لم يحدث والإدارة الأمريكية تعيش محالة مماطلة معتادة ومعروفة من الجانب الإسرائيلي ولا نسمع من الإدارة الأمريكية موقف موضوعي تجاه ما يجري الآن في الضفة الغربية وخاصة أن جرائم القتل ضد الشعب الفلسطيني تعظمت بصورة غير مسبوقة منذ بداية هذا العام قتل الجيش الإسرائيلي 183 فلسطيني منهم 42 طفل تتصاعد الآن عمليات الاعتداء من المستوطنين المستعمرين المسلحين والمحميين من الجيش الإسرائيلي تتصاعد اعتداءاتهم على الفلسطينيين بصورة غير مسبوقة تم تسجيل حسب منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية نفسها تم تسجيل مائة عملية اعتداء على الفلسطينيين في الأشهر الماضية ونحن نعيش حالة متوترة جدا والشباب الفلسطيني يتجه نحو انتفاضة جديدة لأنه لم يعد يستطيع أن يطيق أو يحتمل كل هذا الظلم الذي يصاحب الاحتلال أين السلطة؟ محاصرة بالاحتلال الإسرائيلي وجيش الاحتلال يهين السلطة الفلسطينية كلما دخل إلى مدينة فلسطينية يفترض أن تكون تحت سيطرة السلطة الفلسطينية السلطة الفلسطينية تقططع إسرائيل جزء كبير من مخصصاتها المالية التي يدفعها الفلسطينيون كضرائب ولا تعيدها للسلطة الفلسطينية السلطة الفلسطينية محصورة في 18% فقط من الضفة الغربية ولو أراد أفرادها الأمنيين أن ينتقلوا من مدينة إلى أخرى عليهم أن يمروا بالحواجز الإسرائيلية التي لا يقل عددها عن 642 حاجز السلطة ضعيفة ومستضعفة من قبل إسرائيل ولا تلقى أي دعم حقيقي من قبل الولايات المتحدة وبالتالي هي في حال الضعف وهذا يعني أن الجمهور الفلسطيني طبعا يشعر بغربة عنها لأنها عاجزة عن حمايته من الاعتداءات الإسرائيلية هل هناك أي أفق للسلام لاستعادة مسار المفاوضات إمكانات الحل النهائي أم نتبخر كل ذلك للأسف اتفاق أوسلو وقع منذ 28 عاما الذي عطل تنفيذه والجانب الإسرائيلي وتحديدا نتنياهو الذي تصدر هذا الأمر واليوم جميع الحكومات الإسرائيلية بما فيها حكومة لبيت ترفض حتى مجرد التفاوض مع الفلسطينيين بالتالي العملية معطلة ليس بسبب الطرفين بل بسبب جانب واحد وهو إسرائيل لكن المسألة الأخطر والأكبر أكثر خطورة هو ما يجري على أرض الواقع من تدمير منهجي لفكرة حل الدولتين لأن الاستيطان والتوسع الاستيطاني الذي ضاعف عدد المستوطنين من 122 ألف مستوطن عام 1993 عندما وقع اتفاق أصله إلى 750 ألف اليوم والتهم جزء كبير من الأراضي الفلسطينية يدمر إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وبالتالي يصبح السؤال إذا دمر حل الدولتين ما هو الحل؟ الحل القائم حاليا أو الوضع القائم حاليا وهو ليس حلا بل أزمة حالة دولة واحدة بنظام أبرتايد وتمييز عنصري لا يوجد حل لهذا النظام إلا دولة واحدة ديمقراطية يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات one man one vote أو one woman one vote كما يقال إذا كان هذا ما يريده الإسرائيليون أهلا وسهلا ولكن هم لا يستطيعوا أن يبقوا الوضع في إطار نظام أبرتايد مستمر يعني حضرتك لا المفاوضات يبدو أنها ممكنة في الأفق الحالي كما فهمت من إجابة حضرتك ولا يبدو أن السلطة قادرة ولا حتى عن التعبير عن هذا الضعف كما وصفته أي أفق بالضبط ما ذكرت حضرتك هو تعبير عن حقيقة الوضع الذي نعيش الآن وهو وضع أزمة هناك أزمة والأزمة لا يمكن أن تحل بالنسبة للفلسطينيين لا حل أمامهم سوى مقاومة الاحتلال بالنسبة للولايات المتحدة إن أرادت حل الأزمة عليها أن تضغط على إسرائيل ولكن الإدارة الأمريكية عندما سئل الرئيس الأمريكي عما يجب أن يقوم به وطلب منه الرئيس الفلسطيني ذلك أجاب بأن هذه المطالب تحتاج إلى المسيح بمعجزاته حتى تتحقق إذا كانت الإدارة الأمريكية ستواصل هذا السلوك فلن نرى مخرجا من الوضع ولن يبقى أمام الشعب الفلسطيني حل سوى النضال من أجل حقوقه أشكر مرام الله للمين العام لحركة المبادرة الوطنية ترجمة نانسي قنقر